وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتراط الاستراتيجي منها وذلك تنبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية التموينية على مستوى الجمهورية خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجه الرئيس السيسي أيضا بتعزيز جهود إنتاج البذور ذات الجودة العالية في مصر بهدف العمل على تحسين جودة الانتاج الزراعي فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وسيد السيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية كما تم استراد خطة تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة شركتي قهة وإتفينا وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرتها التنفسية وتعظيم الفرص التصديرية كما تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض وذلك بالشاركة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي فضلاً عن تقليل فطورة الاستيراد من الخارج ودعماً لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعيير والمواصفات الصحية والغذائية كما تم عرض مخطط التعاون والشاركة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي وكذلك لتعزيز فرص التصدير للخارج ترجمة نانسي قنقر